بهذه التمارين الصباحية البسيطة تستقبل طالبات مدرسة الشهيدة نعم رسام الحكومية في مدينة تعز اليمنية يومهن قبل أن يتوجهن إلى فصولهن الدراسية مع بداية عامهن الدراسي الجديد الذي شهد إقبالا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية إقبال كبير سوى كان من الطالبات أو سوى كان من المدرسات حتى في مجموعة من الذين كانوا قد نزحوا رجع لمراقعهم في المدرسة فنلاحظ بأن الطالب عنده شغف كبير جدا من يشتيه تعلم فالإقبال كبير سوى كان في مراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي وتحديدا عندنا في مدرسة الشهيدة نعم رسام ومع بداية كل عام دراسية تتجدد في اليمن المخاوف من ارتفاع عدد المتسربين من المنظومة التعليمية والذين وصلت أعدادهم إلى أكثر من مليوني طالب وطالبة في عموم اليمن منذ اندلاع الحرب عام 2015 بحسب تقارير دولية أهم الأسباب التي أدت إلى تسرب الطلاب والطالبات من المدارس أولا الحرب التي فرضت علينا في اليمن أكثر من ثمان سنوات والحالة الاقتصادية المزرية في اليمن فأصبح الراتب لا يكفي لقمات العيش والحد الأدنى للعيش فمن بالك مستزمات الطلاب من المدارس والدفاتر والحقائب والمصروف اليومي في ذات السياق ذكرت تقارير أممية سابقة أن ما يقرب من ثلاثة آلاف مدرسة في عموم البلاد قد دمرت إما كليا أو جزئيا نتيجة للحرب القائمة حتى اليوم برغم الدمار الذي طال قطاع التعليم في اليمن بسبب الحرب وتداعياتها السلبية إلا أن كثيرا من اليمنيين يصرون أن يكمل أبناؤهم التعليم تحت أي ظرف فيصل الدمحاني الغد تعز